وفق مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية المنعقدة برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على توصية لجنة الخدمات بجواز النظر في الاقتراح بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي إنشاء مركز طبي متخصص للقيام بعمليات استئصال ونقل وزراعة الأعضاء البشرية هو فحوى مقترح السادة أعضاء مجلس الشورى والذين أكدوا على ضرورة إنشاء المركز بهدف خماية الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء ومنع الإتجار في البشر بتشديد العقوبة على مخالفة أحكام القانون سيوفر إجراء العمليات من المتوفين دماغيا حاليا لا يوجد أن طاقم طبي لإجراء هذه العمليات من المتوفين دماغيا لأن المتوفين دماغيا غير موجود ونحن بلد صغيرة ولكن عندما ننظر إلى المتوفين دماغيا في مملكة تتجاوز مواطنيها الثلاثين مليون ستقطي جميع دول المجلس التعاون وهذا الذي كنا نعمل عليه خلال ربع قرن ممثلوا الحكومة الموقرة والسادة أعضاء المجلس تناولوا في عرض حديثهم حول إنشاء المركز العديد من النواحي القانونية المهمة التي يجب دراستها بتمعن ولم تغفل الجلسة كذلك عن الجانب الشرعي لعملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية طبعا الحمد لله هذه من ناحية الشرعية التبرع بالأعضاء المجامع الفقهية استغصتها بحثا وبينت في حالات مختلفة جدا وفي كل حالة إيش حكمها وهذا الحمد لله مفصل ورأي الشرع واضح داعم في الأصل داعم لهذه العمل لأنه أحيى نفسا فكأنما أحيى الناس جميعا وعندنا في البحرين الحمد لله قانون موجود ومدروس وأيضا رأى رأي الشرع في ذلك فأعتقد هذا اليوم المقترح سيكون دعم لهذا الأمر في البحرين الانتقال إلى مرحلة متقدمة في القوانين والتشريعات المتعلقة في نقل وزراعة الأعضاء البشرية يتيح فرصة أرحب للقطاع الصحي في المملكة لأن يخطو خطوات رائدة على مستوى المنطقة بكفاءات وطنية متميزة ورائدة حيوية النقاش في جلسة الشورى لهذا الأسبوع أثراها تنوع الآراء وتبادليها بين أعضاء الشورى حول تعديلات مهمة تفضي إلى إنشاء مركز يعنى بزراعة الأعضاء البشرية في خطوة جديدة تتطلب دراسة مستفيدة من قبل الحكومة الموقرة وأعضاء السلطة التشريعية بغرفتيها يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين